اهلا وسهلا بحضراتكم كل متابعي تليفزيون اليوم السابع في كل مكان وتغطيتنا الخاصة عن حالة الطقس يتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية ان يسود طقس او يشهد السبت ثالث ايام العيد طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية مائل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري لطيف على السواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد ايضا وكشف محمود شهين مدير ادارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للارصاد ان البلاد تشهد نشاطا للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة ونشاط للرياح مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من غرب البلاد يوم السبت 15 مايو ثالث ايام العيد القاهرة هتكون درجة الحرارة فيها 34 درجة السواحل الشمالية 28 درجة شمال الصعيد 37 درجة وجنوب الصعيد 40 درجة اما يوم الحد 16 مايو رابع ايام العيد القاهرة هتكون 35 درجة السواحل الشمالية 30 درجة شمال الصعيد 39 درجة اما جنوب الصعيد 41 درجة خليني ايضا استعرض مع حضراتكو خريطة الظواهر الجوية خلال الايام المقبلة اهم الظواهر الجوية المتوقعة يوم السبت 15 مايو هيكون في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد اما الظواهر الجوية المتوقعة يوم الحد 16 مايو هيكون في نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء ويكون في ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وايضا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء وايضا نشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من غرب البلاد اهم الظواهر الجوية المتوقعة يوم الثلاثة 17 مايو هيكون في نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد وظواهر الجوية المتوقعة يوم الثلاثة 18 مايو ايضا هيكون في نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء اهم الظواهر الجوية المتوقعة يوم الثلاثة 19 مايو ايضا نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء واكدت الهيئة العامة للارصاد الجوية ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الاثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة والتراب الملاحة البحرية قبل ما نختم مع حضراتكم هنستعرض درجات الحرارة ليوم السبت القاهرة درجة الحرارة فيها تكون العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة الاسكندرية العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة اما مطروح العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة قناء العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة واخيرا أصوان العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة نهاية توطيطنا بنشكر حضراتكم شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء